مدرب المنتخب الجورجي ويلي سانيون يقيل المديح والثناء على المنتخب المغربي قبل مباراة أصود الأطلس أمام جورجية يوم 17 نوفمبر الجاري آخر وديات الأصود قبل مباراة افتتاح المنديال أمام منتخب كرواتيا قبل ما ندخل في تصريحات مدرب المنتخب الجورجي لازم نقول لكم أن منتخب جورجية منتخب مش ضعيف للدرجة اللي انتم متصورينها منتخب جورجية يمتلك أفضل مراوخ في أوروبا وأفضل لاعب الدور الإيطالي لهذا الموسم نجم نابولي طبعا أنا مش هاول اسمه لأن اسمه صعب جدا جدا في النط كذلك منتخب جورجية بيمتلك الحارس الأساسي لفريق فالانسيا الأسباني منتخب جورجية عنده لعيبة في بوردو الفرنسي وكذلك عنده لعيبة في هطايز بور التركي وميدز الفرنسي وكوبنهاجن الدنماركي فبالتالي منتخب ليس ضعيف بالشكل الكبير مدرب المنتخب الجورجي أشاد بالمنتخب المغربي وأكد بأنه كمنتخب جورجية هيواجه منتخب مرعب ومنتخب عنيد مثل المنتخب المغربي وأكد أيضا مدرب المنتخب الجورجي ويلي ثانيول بأنه يتوقع بأن المنتخب المغربي هيقدر بسهولة يصعد إلى دور الستاشر من كأس العالم بقطر أيضا أشاد ويلي ثانيول مدرب جورجيا بجميع لعب المنتخب المغربي ولكن أخص بالذكر السنائي نصير مزراوي وحكيم زياش ترجمة نانسي قنقر